بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد إن شاء الله راح نتكلم عن الضوابط العجاز الرغمي واحد ضابط تتعلق بمعطيات البحث أي يجب أن تكون الأرقام التي تتعامل معها أو المعطيات المستخرجة من القرآن نفسه ثنين تتعلق بمنهج البحث أي يجب أن تكون يكون المنهج أو الطريق المتبع في معالجة الأرقام منهج علميا ثابتا أيضا ثلاثة ضوابط تتعلق بنتائج البحث أي يجب أن تتمثل نتائج بمعجزة حرقية وليس مجرد مصادفات إذن أي بحث فيه عجاز عددي فيه هذا الضوابط الثلاثة يكون صحيحا والله أعلم